بدأت مزاد أو نافذة بيع العملة تزداد المبيعات بها منذ ما يقارب سنة يعني سنة بدأت الاقتصاديين وحتى السياسيين بعض السياسيين يحذرون يعني يعني شنه هذا الزيادة المفاجئة بدأت تصعد فوق المستويات الطبيعية انتوا غيرتوا الدولار تقولون حتى نحمي العملة شو بالنتيجة ما بعد سنة تقريبا من تغيير الدولار بدأت المبيعات تزداد حتى عن المعدلات الطبيعية يعني ما قبل تغيير العملة في فترة سنة 2020 وحتى في فترة 2019 كان معدل المبيعات 180 إلى 150 مليون دولار يوميا للجلسة الواحدة انتقلت بقدرة قادر ووصلت إلى 300 مليون دولار خلال الشهر الماضي يعني على كل جلسة أنا تحدث للجلسة الواحدة تقريبا 300 مليون دولار كانت تساؤلات موجهة إلما للبنك المركزي والحكومة وين تروح هذه المبيعات؟ لا أكو موازنة وحتى نقول أكو إنفاق متزايد ويطلب مبيعات زيادة للدولار الوضع هو أشبه بالمشلول أزمة سياسية وين تروح هذا الكمب الهائل من المبيعات الغير نظامية؟ أو هي أعلى من معدلاته؟ حسب معلوماتي أنه أكو تحذير من البنك الفيدرالي ومن الخزان الأمريكية منذ فترة منذ ما يقارب سنة عن هذه المبيعات يعني تحذيرات للبنك المركزي فجأة البنك الفيدرالي والخزان الأمريكي بدي يتخذ خطوات للحد من قضية استمرار مبيعات هذا البنك المركزي أنا قد أتفق ويضيوفك الكرام أنه اليوم هي جزء من التضييق على إيران يعني ما بعد فشل الالتفاق النووي بدأت الولايات المتحدة مثلا تبدي تسوي مجموعة من الإجراءات ومن ضمنها الإجراءات المالية مثلا بدأت الضييق على إيران وحدة من التضييقات على إيران هي إيقاف النزيب المالي اللي يعتقد أنه هاي الأموال جزء من عندها هي رايحة باتجاه إيران يا أستاذ نبي هذا بالوجهة الأخرى هي فضيحة للحكومات العراقية أنها أوجدت منافذ مالية من أموال شعبها اللي 30-35% تعت خط الفقر وأن هذه الأموال بشهادات دولية قد توجهت إلى إيران أي شعب وأي حكومة قادرة على أن تتحمل فضيحة من هذا النوع شعب ما لاقي ياكل أنت تسوي مزاد عملة حتى تطيئ إلى إيران أكوهيتش منطق بالعالم بالعالم كله نعم يعني هذا للأسف هذا هو اللي دي يصير يا أستاذ نجيم يعني حتى هي حتى من الإجراءات البنك المركزي يعني هي تحاول ضبط قضية الحوالات وتحاول الدفع بالتجار إلى استخدام وسائل الدفع الآمنة أو اعتماد آلية الاعتمادات المستندية كواحدة من طرق الدفع الآمنة دوليا لكن هذا الوقت متأخر أنت حتى التجار والمصارف ممساعدين إلى الدخول لهذا القضية لهذه القضية وهذا المجال المصرفي في التعامل ووضع نوع من أنواع الاعتمادات المستندية حتى تكون قضاياهم واضحة لا التاجر العراقي مؤهل يعني تحدث عن تصنيفات لتجار مختلفة من صغر تجار إلى كبار تجار ولا حتى الثقافة المصرفية يعني جاهزة مثل هذا النوع أو الاستعدادات للدفع باتجاه يعني أخضاع الحوالات إلى طريقة الاعتمادات المستندية يعني هذا يحتاج إلى جهة سنوات أنت توصل وتتقف التاجر وتسهل لبعض الإجراءات حتى يبدأ يأخذ يمشي على الطريق السكة الصحيحة في طريقة التعاملات المالية الآمنة بالنسبة للتجارة والآمنة بالنسبة للدولة التي عرضها وتعرفها الحوالات بها طريقة رائحة وبها طريقة راجعة طيب طيب يعني هاي صالهم السنين هي دون أداء يذكر بهذا الاتجاه